السلام عليكم اشتقتلكم كتير من الفيديو الماضي اليوم احباقي رح قدم طريقة جديدة للكلمنتين او اليوسفي طريقة كتير حلوة لأول مرة بتشوفوها رح نعملهم بالذات بطريقة ولا ارواع طريقة الكبار والصغار رح يعشقوها بالبداية رح نقشر الكلمنتين طبعا الكمية انتوا اللي بتختروها بس احباقي اول الشي بتمنى انكم ما تحكموا على الفيديو من البداية شوفوا الفيديو للنهاية وبعدين احكموا واحباقي اذا كنتم جدادي عندي بالقناة وحبيتوا هيدا المحتوى وحابيني وصلكم كل جديدة نزالوا هلا لتحت لاسفل الفيديو قبسوا اشتراك او سبسكرايب فعلوا الجرس وقبسوا على كلمة الكل بهيدا الطريقة بتكونوا نضميتوا لعيلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكم متل ما شايفين انا هون الشرطون كتير منيح طبعا فيكم متل ما قدلكم تستخدموا الكمية اللي بدكن هي انا هون بحاجة لبياد البياد السفار ما بدي استخدموا ابدا انا بحاجة لبيدتان احباقي كرمال يكون عندي البياد كميته كتير منيحة واكيد السفار رح استخدموا بشي تاني ما منرميه ابدا وهيدي البيضة التانية كمان بنفس الطريقة ناخد البياد شوفوا طريقتها طريقة فصل السفار عن البياد كتير سهلة هيدا الشكل واكيد في كتير طرق لحتى نفصل البياد عن السفار هلا انا بحاجة لملعتين كبار من النشا هاي اول واحدة وهيدي الملعة التانية كمان انا بحاجة لملعتين كبار من الطحين او الدقيق الابيض المتعدد الاستخدامات او الاستعمالات كمان هيدا التانية وانا بحاجة كمان احباقي لسكر سكر حبيبات رح حط ملعتين من السكر رح نخلط كل المواد بقلب بعض بهيدا الشكل هاك متل ما شايفين خلطتهم كلياتهم كتير منيح بقلب بعض رح بلش جيب من الكلمانتين او اليوسفي وحطهم ببياد البياد بهيدا الطريقة بعد ما قلبناها كتير منيح بهايدا الطريقة ببياد البياد رح نشيلها ونحطها بالطحين والنشا والسكر اللي خلطناهن مع بعضهم نقرب هاي شوية هون احنا بدنا نشكل طبقة تكون طبقة سميكة رح ارجع بعد ما اعمالها بهيدا الشكل رح ارجع من جديد نزلها ببياد البياد هاك ساعتا نحنا بنكون عم نعمل طبقة سميكة رح تمنع دخول الزيت الى الداخل ونفس الوقت حتكون تقرش قرش من جديد منرجع منحطها فيهن ومنخلطهم من جديد بهيدا الطريقة هاي الطبقة حتكون غير شكل لونة حيكون كتير حلو دهبة وحتكون بتقرش مثل ما قلت لكم رح تمنع دخول الزيت لداخل الفاكهة رح اعمل بعض واحدة قدامكن كمان بنفس الطريقة هيدا الشكل وهلأ بعد ما اعملهم كلياتهم رح انتقل فورا على النار لمبالق لمباشر بالطريقة الالة عفكرة فيكن تعملوا كذا طبقة يعني فيكن تحطوهن ثلاث مرات ببياض الباد وثلاث مرات كمان بالنشا والطحين والدقيق فبيعطينا طبعا اه بتعطينا طبقة كتير سنيكة من بره اذا طبعا بتحبه بس انا اكتفاد بطبقة تانية هون بشارت بالقلي متل ما شايفين بنار متوسطة بيزات متوسطة الحرارة مش كتير حامل هيدا الشكل واكيد ما تخافوا ما رح يطلع وصارة نهائيا او ماي من الكلمانتين عالذات ابدا ابدا احبيه لو طلع ماي من او لو طلعت ماي الكلمانتين كان الزات حيفقع او يعني ما كان حيمشي الحال ابدا بس هيدا الطبقة اللي نحنا حطيناها منعت انه يدخل الزات الى الداخل وكمان رح تمنع انه تظهر العصارة الموجودة داخل الفاكهة للزات لانه ماي وزات حامل يعني بتعرفوا ما بيمشي الحال وبيصير الزات بفقع ممكن ينقذح حالنا ويترتش علينا الزات بس هاي الطريقة اللي انا عملتها طريقة امنة جدا ما فيها خوف احباقي نهائيا وكمان طعمتها رائعة على جنب انا حطيت ماء ساخن وعم دوي بالشوكولات هوني اعطوني لوني كتير حلو وطبقة غير شكل طبقة مقرمشة غير شكل متل ما شايفين احباقي بتمنى تحبوا هاي دي الفكرة اذا عجبتكن هاي دي الطريقة بتمنى تعملوا شير على صفحاتكن لحتى الكل يستفيد من هاي دي الفكرة اللي كتير بسيطة فكرة كتير حلوة واكيد طعمتها ولا اروع من هيك بتمنى اكيد تكون تعليقاتكن كتير حلوة متل العادة وما حدا يعلقلي بتعليقات سلبية لانه قبل ما تعلقوا باي تعليق سلبي جربوا هاي دي الطريقة وبعد ما تجربوها اذا ما عجبتكن بعدين علقوا لانه في كتير ناس قبل ما يجربوا اصلا الطريقة بيعدوا بيعلقوا بتعليق مانا حلوي ابدا وانا عم حاول قد ما فيه اقدم لكم قصص شوي غريبة قصص كتير حلوة وبنفس الوقت تكون لذيذة جدا هون بعد ما بردوا عندي صار شكلة متل الدونتس ولا اروع من هيك احبا ايه فكرة ولا اروع من هيك فاكهة مقلية واخر الشي نحط عليها شوية شوكولات ونقدمها بهيدا الطقس البارد لولادنا نحنا وقالين حادة دفاية مع شوية بشار بيطلعوا غير شكل ان شاء الله يا رب احباقي هيدا الفيديو يكون حلو وعجبكن اكيد هلا راح زيننن ببودرة السكر المطحون الناحن هون شو صار عندنا صار عندنا عوصارة غير شكل وطبقة ام ارمشي مع الشوكولات ولا الاز من هيك احبا انا بحبكن كتير بوسات كتير كبيرة للكل راح اشتعلكن دا الفيديو القادم الى اللقاء مم شو طيب كتير طيب داة لازم تحكم فيها عوصارة دافية من برة ماغرنشي هون شو طيب كتير موسيق حاطع